أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح دولتين وتعزيز الأمن الإقليمية جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنسيني بلينكين والوفد المرافق له وحول تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية أوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء الشهد تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدة الإنسانية هذا وأكد الرئيس السيسي على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهل غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي الوقت نفسه أكد رئيس السيسي رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا مشيرا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني الذي تعرضت له أعقد رئيس عبد الفتاح السيسي اكتباعا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهميتها لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وخلال اللقاء عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحة في أوقات الأزمات عبر تنفيذ آليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر كما تبع رئيس السيسي خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرمية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة التفجيرات التي طارت الأجهزة اللاسلكية في لبنان الأربعاء إلى عشرين قتيلا وأكثر من أربعمائة وخمسين مصابا وكانت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله قد انفجرت في جنوب لبنان وضواح بيروت وسهل البقاء وذلك غدت وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم فيجر قاصة بالحزب فوضى المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الدفاعي أفجالنت باتخاذ إجراءات ضد حزب الله وأوضحت مصادر إسرائيلية بالمجلس أنه لا فجوات كبيرة بين القيادة السياسية ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن الجبهة الشمالية وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تدرس مجموعة من الإجراءات الهجومية ضد حزب الله وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفارقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهد ثلاثة أشخاص بينهم طفلة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطع غزة وفي جنوب القطاع استشهد شخص وأصيب آخرون شمال شرق مدينة رفح الفلسطينية يجتمع اليوم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في العاصمة باريس وأوضحت الخارجية الإيطالية في بيان لها أن الاجتماع سيركز على الأزمة في الشرق الأوسط مع اهتمام خاص بحال المفاوضات القائمة من أجل وقف لإطلاق النار في غزة أيضا الوضع في لبنان وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث أيضا قضية تعزيز الدعم لأوكرانيا أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زرنسكي أن خطة النصر الأوكرانية التي من المقرر أن يقدمها لنظره الأمريكي جو بايدن بحلول نهاية الشهر باتت جاهزة بالكامل وقال زرنسكي في خطابه اليومي أن الخطة تتضمن مجموعة من الحلول المترابطة التي ستمنح أوكرانيا ما يكفي من القوة من أجل وضع هذه الحرب على مصر السلام قد اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة